مواصلةً في نقض الباطل والضلال الذي ينشره الصوفية دائماً وأبداً ويضللون به المسلمين وخاصةً في هذه الأيام ذلك الذي سخر نفسه لخدمة دين المشركين الأوائل ولمعارضة دين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب وبتحميل النصوص ما لا تحتمل وبالاستدلال بالأحاديث الضعيفة وغير ذلك مما هو معهود ومعروف عن أهل الضلال عموماً وعن الصوفية خصوصاً في كل زمان ومكان الصوفية إما يغشك باستدلال بأحاديث ضعيف أو كمان يحرف معاني الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إخواننا جزاهم الله خيراً من الدعاة ردوا على هذا المجرم الأفاق الكذاب الهرب الخواف المدعو بالخنجر الذي يعتبر نمر من ورق جديد من أولئك الهياكل الفارغة التي عبارة عن كما نطلق عليها دائماً ركش ببوري قندراني لزيرك من زمان الناس قال عنده حاجة كورك 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 في النهاية الناس كشفت الباطل بتاعه ما قدر إواجه ذاته قام مشالي أسياده هناك في أمريكا بجاي حامد بابكر بجاي كورك برضو ربنا سبحانه وتعالى فضحوا في مناظرة الجزيرة هم ثلاثة إلى الآن الحمد لله ما قامت له قائمة بجاي جاي حميدة ربنا سبحانه وتعالى بيّن الباطل بتاعه الحمد لله ويقف نص الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الحق وإلى الصراط المستغيم فضل هذا البليد الذي هو عبارة عن أبو الدقيق طبعاً أبو الدقيق لما يلقى النار بيجي خالش طوالي أبو الدقيق قال الشغلة وطبعاً فيه حشرات وحيوانات أفهم من أبو الدقيق ويضرب عندنا في السودان المثل في الحمق بأبو الدقيق يقول لك ده الأحمق من أبو الدقيق لأنه بيجي داقي الساكن والخنجر بيجي داقي الساكن في إمتهى أبو الدقيق بيذكر الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً فمن هذا الباب نعتزر لأبو الدقيق في إمتى الحاصل فدزو البليد أحمق ويغالط في النصوص الواضحة ويصر على الكذب وعلى الباطل وعلى الإفق وعلى الضلال الذي ينكره من ليس عنده عقل ويغالط في الأشياء الواضحة والبينة هذا الدجال البليد الخواف المسمى بصلاح الدين الخنجر زول خواف كالزاق يوم الخميس اشتغل في غرية الدنبو هنا في النيلة الأبيض جنب القطينة اشتغل محاضرة وجابه واحد زيه نفس الفصيلة بتاعته أوشيري كوف في إمتى ثلاثة صلاعي واحد زيه قام جابه يوم الخميس الفادة وعمل محاضرة كبيرة في ظنه هو وقام بقى ينشر في الشرك واحد من أخواننا قام فوق سأله قال له انت قلت ده مفحوا السؤال عنه سؤال عن قولة هذا المجرم الكذاب إن الأولياء بنزلوا المطر مش كده بس وإنه انت إذا بتسأل الله وبرضو ما بيديك مطر منع الناس المطر زات مرة ومنع المطر عنده أسباب فذهب الناس يبحثوا نحن في السودان مرات بنمشي للمشايخ بندفع القروش يقول ياسين بتنزل الأمطار والمطر زات مرات بيدوها على حسب الطلب عجبك عجبك ما عجبك أمشي في تحليق بلاغ في الشرطة في ناس بيدو المطر على حسب الطلب في ناس بيدو المطر على حسب الطلب حواشتين سوا الكلام ده صح ولي ما صح يا شيخ حامد بس بينادي تجمت ولا ترس واحد فيأطل المطر هنا لأنك دفعت البياب وتخرم أنت وما بينهما إلا السلاة قالوا ليه والله إن إحنا جيناك ودائرين مطر الانفق وهابي يقول لك ما يتسأل الله الانفق وهابي يقول لك ما يتسأل الله أحب يتسأل الله ومرض ما بيتيك مطر أحب يتسأل الله ومرض ما بيتيك مطر يعني المطر دي دي ما حقت الله دي حقة الأولياء بتعين الخنجة فيمتى فقال قال أيوة قام جاوب وأكد نفس الكلام قال إذا ذهبنا إلى الأخيار والصالحين من الأنبياء وذكر كلمة قال فهذا الأمر مشروع كون إنه غير الله سبحانه وتعالى يملك المطر من دون الله وإنه إذا سألت الله برض ما بديك مطر قال الأمر هذا مشروع قال وعزة الله سواء كانت في نزول المطر أو غيره إلى مسألة مشروع إذا ذهبنا إلى الأخيار من الأنبياء والصالحين ومن ترجى برادتهم المزارة مشروع ونبدأ برسول الله وعزة الله يمكن أن آتي بسبعين دليل في هذه المسألة سبعين دليل شوف الكذاب أنت بتعرف الله وهل تعرف عزة الله تبارك وتعالى وهل من عزة الله أن يشارك الله سبحانه وتعالى أحد من خلقه في إنزال المطر أو في هبة الذرية أو في خلق شيء من الأشياء ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس ربنا سبحانه وتعالى قال قل دعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فهمت؟ فربنا سبحانه وتعالى مش إشارك زول في إنزال المطر أو زول مالك المطر أو زول بالصرر في الكون زول لو دائر يشفع ليه زول عند الله أو مخلوق دائر يشفع ليه مخلوق عند الله إلا بعد إذن الله إلا بعد إذن الله تقل لي هذا أمر مشروع وهل أنت تعرف رب العالمين؟ ربنا قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فقال وعزة الله يمكن أن آتي بسبعين دليل على هذه المسألة مسند إلى مظانها ومصادرها شواز زول دلاسي مصير قال عنده سبعين دليل إنه ربنا سبحانه وتعالى إذا سألته ما بدك مطر وإنه الأولياء بتاعنا الصوفية بدوك مطر سبعين دليل على إنه الله ما بدك مطر والبدوك المطر هم شيوخ الصوفية سبعين دليل شو الكلام دا كيف دالة الصوفية دا المنهج الصوفي دا مش بيقى في إنه يمجد شيوخه ويساوين بأله بيقى يرفع شيوخه وفي زعمه هو إنه دار ينزل من قدر رب العالمين بالله شوف نحن حصلنا يا تمرحلة من هذه المراحل المتأخرة من شرك هؤلاء الدجاجلة الكذب الفجرة ونحن لما نتكلم بنتكلم عن الطواغيط ما بنقول الصوفية ما بنقول الصوفية كفار ولا بنقول الصوفية مشركين ولكن نقول المنهج الصوفي منهج ملحد منهج شركي منهج كفري منهج ضلالي منهج مبتدع لا علاقة له مع الإسلام فهمت لكن لما نقول محمد ود محمدين فلان ود علان ما بنقول هو مشرك في نفسه فهمت أما التواغيط الكبار بتاعنا الصوفية دي الموضوع تاني لكن احنا بنتكلم عن عموم الناس فيمتا؟ طيب هنا قال شنو؟ قال عنده سبعين دليل على إنه ربنا سبحانه وتعالى ما بنزل المطر براه وإنما البنزل المطر أولياء الصوفية نشوف نموزيين بس من الأدلة الجابة هو الدليل الأول قال أثر فتح كوة في حجرة عائشة ويروى هذا الحديث عن أوس رضي الله عنه إنه في عام المطر ما نزلت فجاء له عائشة رضي الله عنها قامت عائشة قالت لهم أفتحوا أفتحوا ليكم فتحة كوة يعني فتحة في حجرة عائشة التي يدفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينزل المطر قالوا لما انفتحوا الكوة دي قالوا نزل المطر وسمي بعام الفتق ده الدليل الأول من السبعين دليل حقات الصوف البليد الخواف الذي يهرب من المناظرة ومن المواجهة ومن الجدال ومن بيان الحق المدعو صلاح الدين البدوي الخنجر أستاذ التفسير بجامعة أمدرمان الإسلامية كلية الطب في امتى؟ ده الأثر بتاعه أولا حاجة الأثر ده ضعيف الأثر ده ضعيف والشيخ الألباني عليه رحمة الله ذكر له ثلاثة أسباب للضعف منها واحد اسمه آمين كده ابن زيد ده ضعيف زي ما قال ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب وغيره من أهل العلم وإذا ما كان في إلا السبب ده لكان كافي في بطلان الحديث وبعد ذاك ذكر له إنه هذا الحديث موقوف على عائشة رضي الله عنها وثاني فيه أحاديث فيه علا الأخرى فهذا الأثر عند العلماء أثر ضعيف لم يثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ده المسألة الأولى المسألة الثانية الشيخ الإسلام بن تيمية لما قام رد على الأثر ده قام قال للزول ده تزول كذاب وما بتحسن الكذب الزولة جاب الأثر ده كذاب وما بيحسن الكذب ليه قال والعلة التانية لا يدرى ممن سمع هذا الأثر الإمام الدارمي الذي أورده في السنن في إمتى الدارمي فيه انقطاع بين الدارمي وبين من روى هذا الحديث وده موضوع طويل الصوفي البليد ما بيفهمه المهم ابن تيمية رحمه الله وهو من الأئمة الأفذاذ والعلماء والناصحين علماء الأمة الإسلامية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني وإن رغم أنفو الخنجر عجبك عجبك ما عجبك تمشي تفتح بلاغ عند القبة في إمتى خليجي ينفخونه ما بتعمل حاجة ده شيخ الإسلام حق وحقيقة قال عشان نوريك الكضب ابن تيمية قال لك عشان نوريك الكضب بتاع الخنجر والناس الاستدلوا بهذا الحديث قالوا ابن تيمية قال لهم أول حاجة حجرة عائشة كان في جزء مسقوف وجزء مفتوح يعني ما محتاجين يفتحوا فيه ذاته في إمتى قال في الصحيحين في الصحيحين عائشة رضي الله عنها قالت كان لما تجي لما النبي صلى الله عليه وسلم يصل الظهر وتقرب تجي صلاة العصر قال أنحنا بنتحول مع الفي لأنه الشمس بتخش حجرة عائشة هم أصلا ما محتاجين يفتحوا فتحة في حجرة عائشة لأنها أصلا كانت مفتوحة في إمتى يا خنجر يا بريد يبقى دليلك الأول ددل الباطل عقلا ونقلا سندا ومتنا في إمتى يا بريد عشان كده الخنجر ما ثبت في إمتى زي ما قالوا ناس الجيش عيال عوين جرو ما بتقدر تستهد الشغلة دي صعبة يقدر نطح لحد تقدر تقيف مع البلدوزر السلفي ده بيطحنك ويطحن الخنجر ويفرتقك حتى حتى لأنه ده دي ربنا سبحانه وتعالى شان كده طوالي زولك عرّت شان الطوالي مما قالوا له والجماعة جاينك في إمتى شغل سريع الزول ده بيجاي طوالي التلفون دور طوالي الناس بلغت طوالي هناك بلغت الدنبو كل الغوة الخنجر جوه في إمتى مشينا هناك للخنجر لقيناه الخنجر وينوه أكلوا الدودو في إمتى ما في ما في خنجر في إمتى لقيناه ما فيش ليه لأنه ما بيقدر يقيم الحجة على باطل على كلامه الفارغ الفاسد الكف هذا الذي لم يقوله حتى إبليس عليه العناط الله إبليس لو لما في الخنجر ده أنا متأكد بيديه شنكل والله الذي لا إلى غيره لو لما ولقى فيه طريقة والله يشنكل يقول لي عليك لا يا صوفي دي طريقة تعمل ما ممكن تحصل مرحلة زي دي شان كده الخنجر طوالي ما انتظر الجماعة قالوا الجابوز على الأخواننا الوقف ضد الخنجر قالوا الخنجر الصبح ما انتظره فقط طوالي ما بتقدر تواجه يا الخنجر لأنه ده ما دليل لك في متأة الحجر أصلا كانت مفتوحة استدل بحاجة ثانية كده فضلك تزعى وستين دليل نمشي ثاني للبقاء بس ده ردكنا موزجين عشان يفضل له تمانية وستين ويجيب الباقيات نرد عليه طيب التاني قام استدل بحديث في كتاب الاستسقاء من صحيح الإمام البخاري ومسلم من رواية أنس ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه والحديث مشهور وقام جاب له رواية نحن دارين نرد عليه من الرواية جابه ذاته فهمت خلاصة الحديث إنه في أعرابي جل الرسول صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال وجعل عيال فادع لنا أو قال فاستسقي لنا والاستسقاء هو الطلب لأنه دخول يا الخنجر دي اللغة العربية أفهم دخول الألف والسين والتا تدل على الطلب لأن الفعل سقى استسقاء أي طلب السقيا في امتى فقال للرسول عليه الصلاة وسلام استسقي لنا يعني يا رسول الله اسأل لنا الله أن ينزل علينا المطر والاستسقاء عبادة معروفة موجودة في كل كتب الفغه تصلي ركعتين ويخطب الإمام الأخطبة يذكر فيها الناس بالله سبحانه وتعالى وعظمته ويأمرهم بالانكسار بين يدي الله والتوبة والرجوع والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى ويحول الإمام رداءه الأيمن إلى الأيسر والأيسر إلى الأيمن ويقف خاشعا بين يدي الله سبحانه وتعالى ويدعو الإمام ويشرع أن يقدم الأعلم والأتقى والأصلح فينزل المطر ركعتين بتأتي الاستسغى في كل كتب الفقه والحديث بتلقى الركعتين دي القعدات مشروع الخنجر قال قال شنو قال أهل البوادي ياتون إلى رسول الله وقام زكر قصة طويلة إنه جابوا الغايد بتاعهم والغايد قال للرسول صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا إليك فرارنا فهل فرار الناس إلا إلى الرسل قال الكلام ده قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا صلاح الخنجر وبعد ما طلعوا مشرك بعد ذاك مشا قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر ودعى الله سبحانه وتعالى ده ده كلام طيب ده دائر يستدل بيه على إنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دعه والصحابي قال للرسول صلى الله عليه وسلم أدعو لنا الله النبي صلى الله عليه وسلم في المنبر رفعي الدين ودعى الله ثلاث مرات فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا ونزل المطر يتحدر على لحيته عليه الصلاة والسلام قال لك هكذا الرسول ما نزل المطر قال ده كذا ده الدليل على إن الرسول صلى الله عليه وسلم شنو قال نزل المطر هل النبي صلى الله عليه وسلم نزل المطر هو ولا سأل ربنا سبحانه وتعالى وطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينزل هذا الغيث على المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم عمل شنو دعا الله لكن الخنجر بليد ما بفهم وهل أنت يا الخنجر في كلامك الأول قد تزول من الأولية يدعو الله سبحانه وتعالى وربنا ينزل لي مطر وهل الأعرابي في القصة دي قام جاب بياد للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له هذه ستون دينارا أو عشرون وسقا من التمر فأنزل لنا الأمطار وأدينا الأمطار يا رسول الله هل قال كده هل النبي صلى الله عليه وسلم قال كده يا كذاب يا خنجر شو أزول ده عجيب كيف قام في الرواية دي قال قال وهم يتوسلون به إلى الله دي طبعا حشر من عنده الخنجر قال وهم يتوسلون به إلى الله طيب ما مشكلة التوسل إما أن يكون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات النبي صلى الله عليه وسلم فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يا خنجوري نشوف الرواية الجبتة انت ذاته يداك أوكتا وفوك نفخ تعرف المسأل ده قصة شنو قالوا في واحد الجماعة ما بعرف عم جماعة قال له لو دائر تقطع البحر جيب لك جربة وانفخة كويس واربطة تمام فيمتا قام ربطة ربطة تعبان لما انحصل نص الموية الرباطة تحلة وقام غيري بعد ذاك الشغلانية بقت مثل يداك أوكتا يعني ربطا هن وفوك نفخ فيمت يا خنجوري دبرا جبت انت يداك أوكتا وفوك نفخ هنا قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر ودعا وهم يتوسلون به فإن التوسل كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وده ما عندنا فيه خلاف قلنا الدعاء المشروع ثلاثة إما بدعاء الرجل الصالح عمنا محمد ده نحن نحسب إنه إنسان موحق وإنسان محافظ على الصلوات ما تاني ما أفداعي إلا عمنا محمد يكون عنده نوب أو طار ويأكلني زلابي أو شاي لبن شاي لبقى ولي فيمت بقول لي عمنا عليك اللي أدعو لي الله ما فيه حاجة إذا كان التوسل بالطريقة دي وبالمعنى ده ما فيه شي النوع التاني التوسل بأسماء الله الحسنى وصفات العلاء وده العمل النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أغرفنا اللهم معنا يا الله فعوضت يا النداء بالميم في آخر لفظ الجلالة اللهم لو شلت الميم بتبقى شنو تبقى الله مش اللهم دي معنا يا الله العلماء قالوا العرب شالوا يا النداء في بداية يا الله عملا ميم في النهاية لفظ الجلالة فبقى شنو اللهم يا خانجر نقريك شنو نخلي شنو ذاته انت مدخش في الإسلام عشان أنا وريك الحاصل فهمت طيب قال آدن نوع التاني التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلاء وده ما فيه مشكلة النوع التالت وهو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عم الصالح والإيمان بالله سبحانه وتعالى عم الصالح فتتوسل أي تجعل هذا المتوسل به تجعله سببا لك لإجابة دعوتك لأنه سبب شرعي أمرك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بهذا النوع من التوسل فكونه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الكلامة جبته نشوف توسل كيف قال اللهم أغيثنا غيثا مغيثا فنزل المطر اللهم أغيثنا غيثا مغيثا قال فنزل المطر أها دفوق إنه زي ما قلت أنت يا خنجوري قال أنه نحن في السودان بعض مرات بنمشي للشيوخ وبندفع بيار قال حواشتين سوا بيناتهم تقنت ولا ترس كويس قال فيهطل المطر هنا ولا يهطل هنا قال لأن هذا دفع البيار هل دا هل دا الكلام اللي قلت دا علاقة شنو باستسقاء هذا الرجل الأعرابي بالنبي عليه الصلاة والسلام كده من السبعين في دليلين استدلالك بين واحد ضعيف واحد حديث صحيح لكن استدلالك بينه باطل فيمت فده زول كذاب زول مفتري وهذه عقيدة الصوفية وما بناخشو ونحن جاهزين والليلة جابين ها جابين جريدت الوطن دارين يعملوا لفوا دوران بشغل ديه فيمت ودارين يلبسوا على المسلمين شوف نحن جاهزين لك بيقيد جريدة بيقيد جماعة من الجماعات بيقيد إزاعة من الإزاعات بيقيد قناة من القنوات بيقيد أي حاجة دائر معانا مناظرة في التوحيد والعقيدة والله نحن جاهزين جاهزين في أي زمان وأي مكان إن شاء الله فيمت بس أنت تثبت كيف تثبت كيف حامد بابكر ها مشى الجنين هناك ما عنده أي دليل لما أخواننا واحد صوفي قام عزموا فطور بالصباحية أخواننا طوالي مشوا هناك ما عنده حجة شغلوا له المناظرة مع الشيخ مزميل فيهم ثلاثة قام حرد العصيدة والله جاهزين عامد بابكر قال ده شنو دقا وجدع العصيدة أخواننا قال لا تجدع العصيدة مش ركبوا ليك فوقوا الصحن فيمت الحاصل والشغل جاطط وعمك جرى ويجي فيناك تاني يوم طوالي فارتك فيمت وأصوأ أهل الباطل وأهل الضلال حجة ما عنده فيمت حجة ما عندك ولو عندك حجة تعال بيقيت أي فهم في رأسك إن شاء الله دائر أدلة دائر آيات دائر حديث نحن معاك إن شاء الله وتقام الحجة ليس لأنه نحن عندنا حجة قاطعة وكده ولكن لصحة هذا المنهج السلفي الذي نتحدى به الكرة الأرضية ونعلنها من هنا ومن غير هنا كل المناهج الموجودة الآن واليوم على ظهر الأرض غير المنهج السلفي بتوديك نار جهنم والموضوع ده نحن مسؤولين منه وبالناظر بيه أي بني آدم ودون أي محل الله هاي أشنغاهاي بيكين فيمتا محل بيسوه العربات التايوتا كله بن ناظر له فيمتا أي منهج غير المنهج السلفي الآن موجود اخترعوا الليلة ولا كان عنده عشرين سنة ولا حيجي بعد كم غير المنهج السلفي ده بوديك جهنم لكن أنا كفلان ابن علان بنتصب للمنهج السلفي خاشي الجنة ولا النار المنهج السلفي قال لي التماع عارف يعني أنا ما بقول للناس أنا في الجنة وداك في النار لا 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 أنا بتكلم عن المنهج الدين ألا نحن بنعتقد دحك أما أنا أكون في الجنة والنار بسأل الله أنه يرحمنا جميعا وإدخلنا الجنة ما بقول أنا في الجنة أو فلان في النار لكن بقول من هجد بوديك الجنة والمنهج الفلان بوديك النار لأن من هجده هو الكتاب والسنة على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة ترجمة نانسي قنقر